فبس فلما حصل بقى قبلها بيوم وانا مش عارفة نم وعد اقول لوهي مين هيبقى موجود والفنانين كلها بقى والناس اللي مش فتاش من زمانها يشوفها بتحضيرك يا علمه يعني حاجة يا حلم يعني وتفاصيله بقى وهتلبيسي ايه وتطلع ازاي وتقولي ايه وما تقوليش ايه يعني انا كنت متوترة جدا في كل حاجة انت كنت متوترة لدرجة ان انت نزلت ومخدتش الصورة معاهم كلهم وهم وقفين ايوه بشيت اه 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 خدت بالي ورا شاعدت تندق عليك والانضم للصورة يعني في حاجات كده يعني واولا لو احنا داخلين لو تاخدوا بالكم انا داخلها متأخر ايوه بصدر ومعدين صادف ان كان فيه اعلانات كمان في التلفزيون وقت ما انا دخلت فحصل قطع فما بنش وانا بسالة مع الدكتور يحيا الفهروني ولا وانا باخد الحاجة دي في التلفزيون البياس المباشر يعني كنت متوترة جدا في الكواليس جدا حس ان انا اول مرة هقف على السيديش مع ان انا طول عمي المسرح وعمري ما خوفت مصرح انا طبعا عادي بخف ان العرض بقرأ طبعا القرآن كله قبل ما اخوش وكده يعني في كل مرة بس عارف ان انا ما بخوش خلاص ليه انتي اختارتي رغم النجاح الكبير الانزواء الكبير ان انا ايه البعد البعد انك ما تبقيش انا ما اخترتش البعد الحقيقة ايه بس انت سافرت استراليا سبع سنين ايوه ايه بس قبل استراليا اوه ده اختيار قبل استراليا انا اشتغلت كتير قوي وكنت بسافر برا مصر كتير جدا دي ممكن اللي عاملت الحكاية اللي الناس مش عارفاها انا عامل مسلسلات برا مصر كتير جدا وبطولات ومع كبار نجوم ممكن ما تتخيوش اساميهم يعني يعني مثلا انا اشتغلت مع انا حاجة اسمها رداء لرجل اخر انا كان اول مرة يصور مسلسل في عجمان ده كان فيه مديحة كامل الله ارحمها الله ارحم محمود المليجي يعني دون يعني يعني معلش انا مش بذكر القابه كده واحسان العاوي محمد السبع يعني تصور مسلسلات في عجمان وفي الاماكن ليه خليج اكتر من اغاية خارج القاهرة كنت انت مهودة نجمة هو كان اللي بيحسن مش بمزاجي يعني هو كان في زمان طبعا يعني كان التصور بيستغرق في مصر وقت طويل قوي وانا كنت عشان راشة وكده كالصغيرة فبرضه كنت براعيها ما كانش يعني ينفع ان انا بقاش معيها يعني فكنت بفضل السفر وقت صغير وبرجع على طول ما بقوتش زمان طبعا كان فيه حاجة جميلة جدا اللي هي مفتقدينها دلوقتي ان احنا في مصر هنا كنا لو بنعمل مسلسل بنعمل بروفات ترابيزة دي ممكن تقعد شهر من الوحدة كده بروفات ترابيزة بتشوفي من اول النص الاخر وبيبقى عندك كله على بعض وكده مش بيجيلك على الهوى فبتقدر تدريس الشخصية وتفهمي اولها وتفهمي اخيرها تعرف تذكرين طبعا حتى بغضى نظر عما وذكرت عارفة عارفة امتداد الشخصية دي ايه يعني سي مثلا انا كنت مثلا واحدة حرامية وبعدين في اخر مسلسل انا طبت الى الله لسبب ما فتحولت شخصيتي طب انا لو مش عارفة ده من الامر همهد ده ازاي